سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان سائر الخنق فأكرمه بالفهم والثمييز وأكرمه بالنطق والعقل ففطرتنا جبيلت على الحب قبل الكرة ونحن على أعتاب عصر جديد نبحث من خلاله عن أهم حلول لتحديات العصر المقبل محوره هو الإنسان جميلة هي الصلة والتواصل والمحبة والمودة والتعاون على الخير للبشرية جمعا بعيداً عن الاختلافات وبعيداً عن المفرقات نقول أهلاً بالإنسان أهلاً بأكرم المخلوقات نعم للنهج الصحيح والمنهج القويم نعم لخيرهما الذي يبدأ بالسلام لنعزز مبادئ الإخلاص التفاني الحب السلام لتحقيق مستقبلاً أفضل ما أجمل التواصل والتعاون ما أجمل أن نتحاور أن نتجاور لصالح الإنسان في كل مكان فعندما نكرم بعضنا البعض نحن نكرم البشرية جمعاً بسم الله الرحمن الرحيم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أبدأ بالتعريف عن نفسي محدثكم الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ويشرفني أن أتولى مهمة إدارة هذا الحوار الفكري الرصين الذي يتناول أبعاداً فكرية ودينية مهمة حول الدين والإنسان والمستقبل ستصلت هذه المحاضرة الضوء حول الإنسان وعلاقته بالمستقبل كما تتناول المحاضرة علاقة الإنسان بالقيم الدينية والأخلاق الحضارية كما تتطرق إلى التحديات المعاصرة التي تحيط بالقيم الإنسانية حيث سيقوم معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بتقديم هذه المحاضرة التي تأتي بعنوان الإنسان والمستقبل والتحديات المعاصرة وسيقوم من خلالها باستعراض رؤيته وأفكاره في هذا المجال معالي الدكتور محمد الضويني كيف ترى علاقة الإنسان المعاصر بالمستقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سمى نفسه السلام وأراد من خلقه الإسلام والصلاة والسلام على نبي السلام ولبنة التمام ومسك الختام وعلى جميع الأنبياء والرسل الكرام ومن على نهجه مستقام السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حفظه الله أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة أصحاب السمو الشيوخ السادة ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعض فاسمحوا لي ابتداء أن أتقدم إلى حضراتكم وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالتهنئة بهذه الأيام الطيبة التي وفقنا الله تعالى لبلوغها ونسأل الله أن تعود بركاتها على أمتنا أمنا وأمانا وسعة ورخاء وإن من بركات هذه الأيام أن أشارك حضراتكم هذا اللقاء الطيب الذي يدل على أن أمتنا ما زالت بخير وأنها تقدر على أن تكون أمة واحدة يشد بعضها بعضا ويسعى بعضها في مصالح بعض واسمحوا لي أن أعرب عن تقدير البالغ لهذا الاختيار الموفق لعنوان اللقاء الذي يدور حول الإنسان والمستقبل والتحديات المعاصرة واسمحوا لي أيضا أن أنقل لكم جميعا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين الذي حملني لحضراتكم جميعا محبته وتقديره البالغة للشعب الإماراتي ولقيادته الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله والحقيقة إن هذا العنوان يعكس رؤية مبشرة ووعيا ضروريا لدى دولة الإمارات الشقيقة إذ يتضع الإنسان بين واقعه وما فيه من تحديات وبين مستقبله وما له من متطلبات والتفكير بهذه المنهجية التي لا تقف عند الماضي وحده ولا الحاضر وحده إنما تنظر إلى آفاق المستقبل استناداً للخيرية التي وصف الله عز وجل بها الأمة المحمدية فهي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ولعل من المناسب أن أذكر ما أشار إليه فضيلة الإمام الأكبر من أن نهج استشراف المستقبل ووضع خطط استباقية ليس جديداً على دولة الإمارات فقد وضع أسس هذا النهج حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه وحمل اللواء من بعده أبناءه في شتى المجالات كالعلوم والابتكار واستكشاف الفضاء وإرساء قيم المحبة والإخاء والسلام واسمحوا لي قبل أن أتناول المستقبل أن أبدأ بالواقع وما فيه من تحديات تستوجب العمل على مواجهة آثارها فلا شك أن العالم المعاصر يمر بتحديات خانقة اقتصادية وسياسية واجتماعية وهذه التحديات لا تتوقف عندما كان بعينه فما تكاد تسمع بأزمة في ناحية من نواحي الأرض إلا وتظهر آثارها في نواحي أخرى وتأتي التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة فيا في مقدمة الأزمات التي اتعاني الإنسانية منها وها هي أخبارها تجري على كثير من الألسنة وينطق بآثارها فقر وجوع وحرمان وبطالة وفجوة متزايدة بين المعدمين والمطرفين وتحرم آثارها القاسية بيئات كثيرة من أقل مقومات الحياة ولا تقل التحديات الاجتماعية خطراً عن التحديات الاقتصادية فالمجتمع الدولي يعاني من تفكك واضطراب في نواته الصلبة ألا وهي الأسرة والتي يراد لها أن تكون حلم حالم وباسم الحقوق والحريات خرجت علينا أصوات منكرة شرعاً وعقلاً وراحت تنادي بعلاقات تأباها الفطرة السوية وتتناقد معنا موسي الكون الذي خلق الله فيه كل شيء ذكراً وأنثى قال تعالى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وأما التحديات السياسية فأنا في غنى عن سرد ما فيها ويكفي أن ننظر إلى بعض الإحصائيات الدولية التي تكشف عن الرغبة في إشعال الحروب وتجذير الخلافات والعبث بالهويات والخصوصيات وإذا كانت البشرية تعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية فإننا لو تأملنا هذه التحديات لأدركنا أنها في الأصل أزمة قيم أخلاقية وأزمة غياب الروح في مقابل طغيان المادة فكثير من المختصين في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والصحة والتصنيع بل والتعليم يحتاجون إلى مقاربة قيمية أخلاقية لتصحيح التصورات والممارسات على السواء معالي الدكتور في ضوء هذه التحديات التي طلعتم عليها سؤالنا هل تؤثر هذه التحديات على العلاقة بالمستقبل وكيف نستشرف المستقبل في ظل هذه التحديات نعم في ضوء ما يشهده الواقع من تحديات في مجالات الحياة كافة أصبح الإنسان يعيش حالة غريبة يسميها علماء الصحة النفسية قلق المستقبل وانطلاقا من عقيدتنا وإيماننا فإن الواجب علينا أن لا نخاف من المستقبل بل أن نخطط له في ضوء تجارب الماضي والحاضر وأن تبنى من القيم الإيمانية ما يدفع إلى العمل واكتشاف كنوز الكون وحسن إدارة موارده وتأملوا كيف عرض القرآن الكريم للإيجابية والتخطيط للمستقبل لمواجهة ما قد يضرأ من أزمات فيقص علينا القرآن أن أحد الملوك رأى رؤيا فقال لمن حوله إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وطلب من الملأي أن يفسروا له هذه الرؤيا فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ولكن سيدنا يوسف عليه السلام قال كما حكى الله تعالى تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون فتأملوا كيف وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أيضا إلى التخطيط للمستقبل وبين حق الأجيال المتعاقبة العاقبة في الموارد وذلك حين أراد سعد بن أبي وقاصم رضي الله عنه أن يتصدق بكل ماله فظل يفاوضه صلى الله عليه وسلم حتى قال له إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس والتخطيط للمستقبل ليس شعارا براقا ولا رجما بالغيب ولا تعلقا بالظن وإنما هو علم له مناهجه وأسسه وأدواته يستخدم الماضي المدروس والحاضر الملموس لبناء مستقبل أفضل ولا يجوز في عرف الإسلام الذي أمر بالعلم أن يتخلف المسلمون عن علوم المستقبل أو أن يعيشوا بمعزل عنها وخاصة أنها تتطور يوما بعد يوم وتخدمها عقول كبيرة ومؤسسات ضخمة في أنحاء العالم وبعض الناس يتصورون أو يصورون الدين معارضا للتخطيط العلمي للمستقبل وكأن العلم مقابل للإيمان وكأنهما ضدان لا يجتمعان أو خطان متوازيان لا يلتقيان ويظن البعض أن التخطيط للمستقبل يتناقض مع التوكر على الله أو الرضا بالقضاء والقدر وهذا كله من الخيال والوهن فمن تأمل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين له أنهما يرفضان الارتجال والعشوائية بل من تمام التوكل الأخذ بالأسباب التي بنى الله عليها نظام الكون وليس من التدين أن نعيش الحياة حاضرا ومستقبلا بلا خطة ولا منهج ولا نظام بل إن من التدين أن نخطط لحياتنا وفكرة الدين ذاتها وفي جوهرها قائمة على أساس التخطيط للمستقبل فالمتدين مأمور بأن يأخذ من يومه لغده ومن دنياه لآخرته بل إن الجنة ونعيمها مشروع مستقبلي يجب على المؤمنين أن يخططوا له وحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال على التخطيط فقد كان عليه الصلاة والسلام يعد لكل أمر عدته ويهيئ له أسبابه آخذا حذره مقدرا جميع الاحتمالات واضعا ما أمكنه من الاحتياطات وكان مع هذا أقوى أقوى المتوكلين على الله تعالى وأوضح مثال على هذا ما كان من أمر الهجرة إلى المدينة ففيها يتجل التخطيط العلمي والتوكل الإيماني جنبا إلى جنب فلقد أعد عليه الصلاة والسلام كل ما يستطيع البشر إعداده من الوسائل والاحتياطات فلقد هيئ الموطن الجديد لاستقباله قبل أن يصل إليه من خلال بيعتين العقبة الأولى والثانية واطمأن إلى الرفيق الذي سيصحبه في رحلته الخطيرة واطمأن إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الذي سيبيت مكانه معرضا نفسه للأذى ورتب الدليل الخبير بالطريق وهيئ الرواحل التي سيركبها هو وصاحبه ودليله في سفرهم وتخير المخبأ الذي سيقيم فيه حتى يخف الطلب وجهز فريق الخدمة الذي سيأتيه بالطعام والمعلومات خلال أيامه تلك خطة محكمة الحلقات متقنة التدبير وكل هذه الأسباب مع توكل كبير وثقة في الله عالية وإذا كان المستقبل قد يحمل للإنسان ما يؤدي به إلى قلق منه فإنه يحمل أيضا من فرص التقارب والتواصل ما يدفع للتفاؤل ويوجب علينا أن نواجه هذا المستقبل بالعلم والتخطيط والقيم الدينية والأخلاق الحضارية وهنا وهنا أود أن أشيد بجهود دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ورؤيتها السديدة في التخطيط للمستقبل لتقدم بذلك أنموذجا متقدما وفي الوقت نفسه مشرفا في الوصول إلى الفضاء واستكشاف القمر وكوكب المريخ والتركيز على الابتكار والتفرض والتحديث وكذا المرونة المؤسسية إذن معالي الدكتور استشراف المستقبل قيمة مهمة في دين الحنيف بل الإسلام يدعو إلى مواكبة علوم المستقبل والاستكشاف والابتكار لإدارة المستقبل هل يمكن أن نقول فضيلة الدكتور أن إدارة المستقبل في ضوء هذه التحديات يحتاج إلى مجموعة من القيم الدينية والأخلاق الحضارية؟ لا شك أن علاقة ما يحمله الواقع من تحديات ومواجهة ما يحمله المستقبل من أخطار يجب على المسلم بل على الإنسانية كلها أن تتبنى مجموعة من القيم الدينية والأخلاق الحضارية وإن القيم الدينية والأخلاق الحضارية التي يؤمن بها الفرض ويسلك طريقه طبقا لها تلعب دورا بارزا في ترشيد قراراته وانتقاء اختياراته وتنظيم سلوكياته وتحصينه من المغريات والتحديات كما أنها تفجر طاقات الإبداع والخيرية في النفس وتجيب على التساؤلات المصيرية التي لم تستطع النظريات ولا الفلسفات أن تجيب عنها وأما على مستوى المجتمع فإن منظومة القيم تعمل على تماسك المجتمع وتحديد أهدافه العامة ومثله العليا والمحافظة على هويته مما يحول دون ذوبان هذه المجتمعات في غيرها وتتأكد الحاجة إلى القيم الدينية والأخلاق الحضارية في ظل هذا الواقع الذي ينظر إلى الدين على أنه مشكلة أو أنه جزء من المشكلة وفي مقدمة القيم الضرورية التي أكد عليها ديننا الإسلامي الحنيف للحاضر والمستقبل العدل والمساواة واسمحوا لي هنا أن أسوق شيئا عن قيم الإسلام وحضارته إن حضارة الإسلام حضارة تعارف وتواصل وليست حضارة استعباد ولا استبعاد ولا إقصاء وإن الناس في عرف حضارة الإسلام أبناء أب واحد وأم واحدة فهم إخوة متساوون لا فرق بين حاكم ومحكوم فقبل ألف وأربعمائة سنة وفي ظل ما كانت تعانيه البشرية من دعاوى تمييز ضد المرأة والعبيد والفقراء والضعفاء سمع لأول مرة هذا الإعلان القرآني الذي زلزل واقتلع من الجزور هذا التمييز الظالم يقول تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وسمع هذا النداء أيضا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وفي حجة الوداع يُعلن النبي صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلًا لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت اللهم فاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وهناك العديد من المواقف التي شهدها التاريخ تؤكد ذلك فهذه امرأة من أطراف مصر خلد التاريخ ذكرها لم تعرف إلا لأن النظام حينئذ أعانها على أمرها ونظر في حاجتها فأنصفها في غير تحقير ولا تقليل ولا تهميش كتبت فارتونة وهذا اسمها وهي مواطنة مصرية إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن لها حائطا قصيرا متهدما في دارها يتصوره اللصوص ويسركون دجاجها وليس معها مال لبنائه فكتب عمر إلى واليه على مصر أيوب بن شرحبيل من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أيوب بن شرحبيل سلام الله عليكم أما بعد فإن فارتونة كتبت إلي تشكو إلي قصر حائطها وإن دجاجها يسرق منه وتسأل تحصينه لها فإذا جاءك كتابي هذا فاركب بنفسك وحصنه لها وكتب إلى فارتونة من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى فارتونة سلام الله عليك أما بعد فقد بلغني كتابك وما ذكرته فيه من كصر حائطك حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك ولقد كتبت إلى أيوب بن شرحبيل آمره أن يبني لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين إن شاء الله وأتركوا لحضراتكم التأمل والحكم وهذا سطر واحد في سجل عظمائنا الذين نفاخر بهم الدنيا ونقطة من بحر عظمة حضارتنا وأشير أيضا إلى أن القيم الدينية والأخلاق الحضارية ما كانت لتؤذي الخلق أبدا وهي التي تنادي بالمساواة بينهم ونبذ التمييز والتعصب بكل أشكاله وبهذه المساواة والعدالة إن فتحت حضارة الإسلام على غيرها من الحضارات فتأثرت بها وأثرت فيها وبهذه المساواة والعدالة يمكن لحضارة بني الإنسان اليوم ألا تظلم الإنسان وأن تكون حضارة متكاملة مادة ومعنى وبدناً وروحاً وإذا تأملنا قيمة الإيجابية لأدركنا أن الإسلام جعل منها قيمةً عبقرية تصلح الكون لو التزمنا بها فهذا التوجيه النبوي عن الإيجابية يجبها على الناس إصلاحاً للكون ولو في آخر أنفاس الحياة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها فانظر في هذا التوجيه الموجز لطرى فيه دعوةً للعمل وإن كان قليلاً غرس الفسائل ودعوةً للتفاؤل وإن كان في آخر الحياة إذا قامت الساعة وأيضاً دعوةً للرجاء فالفسيلة لا تثمر إلا بعد حين ووقت وكذا دعوة لحظ حقوق الأجيال المتعاقبة مما نسميه الآن التنمية المستدامة إلى غير ذلك من الفوائد الكامنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضف إلى هذا قيم الرحمة والخير والجمال والعطاء والمسؤولية والمشاركة والإيجابية والتعاون والتراحم وما أشبه مما عرضت له آيات القرآن وأحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأصيلاً وتطبيقاً والتي تقدر على مواجهة التحديات بأنواعها وفي وقائع التاريخ أدلة شاهدة ناطقة بذلك وبعثوا هذه القيم الراقية واجب العلماء الذين ورثوا من النبوة أنوارها واسمحوا لي هنا أن أستشهد بكلام لفضيلة الإمام الأكبر يوقظ فيه الأمناء على أماناتهم يقول إن دوراً محورياً في التصدي لهذا السقوط الحضاري يقع في المقام الأول على عاتقنا نحن علماء الأديان يتمثل في إحياء رسالات السماء ونشر ما تزخر به هذه الرسالات من التعاليم وأخلاق وفضائل هي العدة والعتاد لإصلاح مسيرة الناس وبعث الروح في جزدها الميت ولعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول التي سعت نحو ترصيخ القيم وإعلائها فقد أسست مجلس حكماء المسلمين عام 2014 بهدف المساهمة في تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتشرزم ونشر قيم التسامح والتعايش الإنساني وكذا تأسيسها لمنتدى أبو ظبي للسلم وتلك المنتديات العديدة التي عقدها هذا المنتدى الواعد والذي نشر من خلالها قيم السلام والمحبة والتواد والتراحم معالي الدكتور اطلعنا في حديثك عن قيم دينية مهمة لكن البشرية اليوم تحتاج إلى قيم كونية نعم إنسانية قيم للبشرية جمعاء نعم فهل يمكن البشرية بجميع الأديان أن تتفق على مجموعة معينة من القيم تُعنى بها البشرية كلها ربما كان الكلام عن القيم الدينية والأخلاق الحضارية خاصة بالمسلمين ولكن هناك مجموعة من القيم الإنسانية تكاد تتفق عليها البشرية وتراها ضمانة حقيقية لإنقاذ البشرية مما هي فيه وحماية مستقبلها من أي أزمات محتملة وإن هذه القيم الإنسانية هي تلك القيم العامة التي تتعلق بقرامة الإنسان وتربط بين البشر في إطار من الحقوق والحريات والتراحم والإخاء والعدالة وترسم صورة الحياة المسلى التي يسعى إلي الأفراد والمجتمعات ومشكلة هذه القيم الإنسانية أن بعض الناس يشككون فيها وفي من يتكلم باسمها ويزعمون أنها مناقضة للدين والحقيقة إنه لا يوجد تناقض بين القيم الإنسانية كما رسمها الفلاسفة والمفكرون وبين القيم التي جاءت بها الأديان فالاثنان يدوران حول تحقيق حرية الإنسان وكرامته وسعادته ولكن التفسيرات الخاطئة والتطبيقات المنحرفة هي التي أوجدت فرقاً بين القيم الدينية والإنسانية والفرق بين أصل القيمة وفلسفتها هو ما أوجد مجالاً للكلام على ثبات القيم ونسبيتها ولنأخذ على ذلك مثالاً فقيمة الحرية مما لا ينازع في أهميتها الفلاسفة ولا الفقهاء ولا العقلاء ولا غير هؤلاء ولكن تطبيق الحرية في مجتمعاتنا يختلف عن تطبيق الحرية في مجتمعات أخر أهدرت العقيدة والإيمان ولذا فالواجب علينا أن نعي تماماً أن القيم العالمية قد تفتكر إلى معايير شرعية وأن بعض الممارسات المرتكزة إلى قيم تعارض خصوصيتنا العقدية والإيمانية وهذا لا يعني قطعاً أن الإنسانية يصعب عليها أن تحتكم إلى قيم عالمية بمعايير متفق عليها لأن القيم الإنسانية من رحم الدين إن أحسن فهمها وتطبيقها ومن هذا المنطلق جاءت جهود الرمزين الدينيين الأبرز في العالم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداست البابا فرنسيس بابا الفاتكان الذين قدم للعالم وثيقة أبو ظبي التاريخية للأخوة الإنسانية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فقدم للعالم الوثيقة الأهم في التاريخ الإنساني الحديث بهدف تعزيز قيم التعارف والتعايش والتواصل والحوار وإقرار هذه المبادئ لا يعني أبدا أننا نفرط في عقيدتنا كما يظن البعض فالعقيدة ليست مجالا للمساوامات ولا المفاوضات ولا يعني أبدا الاعتداء على الخصوصيات ولا مسخ الهويات وإنما ننادي على الإنسانية بالأخوة انطلاقا من ديننا وعقيدتنا التي نتمسك بها ما حيينا وإن الأخوة الإنسانية لا تفرق بين الشعوب فليس لشعب حق في الحياة دون شعب ولا تفاضل بين الأمم فليس لأمة حق في الأمن دون أمة وإن الأخوة الإنسانية ليس لديها عدة مكاييل وإنما تكيل بمكيال واحد فتستنكر هناك ما تستنكره هنا وتستنكر هنا ما تستنكره هناك وهذا المنهج الأزهري ليس وليد اليوم فما أشبه الليلة بالبارحة ففي عام 1936 ومن لندن في قلب أوروبا أعلن فضيلة شيخ الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغي رحمه الله أن العالم آنذاك يحتاج إلى إخاء إنساني ودون رسالته للعالم بعنوان الإخاء الإنساني والزمالة العالمية وكأن التاريخ يعيد نفسه فما زالت البشرية تعاني من أرق وما زالت تتطلع إلى عالم متكامل متفاهم وما زالت تحتاغ إلى قيم حاكمة وأخلاق ضابطة ودين عاصم واسمحوا لي أن أقرأ شيئا من نصوص الوثيقة التي تعد الأهم في تاريخ الحوار بين أتباع الأديان والثقافات حتى يهدأ المشاككون فمن مقدمتها تقول وانطلاقا من الإيمان بالله الذي خلق الناس جميعا وخلق الكون والخلائق وسوى بينهم برحمته فإن المؤمن مدعو للتعبير عن هذه الأخوة الإنسانية بالاعتناء بالخليقة وبالكون كله وبتقديم العون لكل إنسان لا سيما الضعفاء منهم وتقول الوثيقة أيضا إن هدف الأديان الأولى والأهم هو الإيمان بالله وعبادته وحث جميع البشر على الإيمان بأن هذا الكون يعتمد على إله يحكمه هو الخالق الذي أوجدنا بحكمة إلهية ثم أثبتت الوثيقة حقوق الضعفاء والمهمشين والمحرومين والمرأة وخاطبت المسؤولين في كل المستويات ليفعلوا مبادئ الوثيقة ولواقعية هذه الوثيقة سرعانا ما اعتمدتها الأمم المتحدة واعتبرت يوم توقيعها يوما عالميا للأخوة الإنسانية كما اعتمدتها دول ومؤسسات تعليمية بألو أدرقتها في مناهج التعليم بها معالي الدكتور بعد حديثكم عن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتي تعد مثالا راقيا للحوار الديني والتعاون المشترك بين الأديان نترك لكم معالي الدكتور الكلمة الختامية لهذه المحاضرة في الحقيقة أجد الفرصة سانحة الآن لأمتنا لتقوم بواجبها تجاه الإنسانية بما قدمه الطراث الإسلامي والعربي من ثروة فكرية علمية استطاعت أن تدير حضارة شهدت لها الدنيا وهي قادرة إن شاء الله أن تعود لأمجادها أمة هادية مؤمنة كما أرادها ربها وأرجو أن يكتب التاريخ عن العرب والمسلمين في سجلاته التي لا يمحوها تغاير الأعصر أنهم كانوا جديرين بوراثة النبوة وأنهم يقدرون على استخدام قيم الإسلام وأخلاقياته في حل مشكلات الإنسانية حين يحسنون فهم الإسلام ويحسنون العمل به ويحسنون عرضه على غيرهم وآمل أن يكون لقاءنا هذا بذرة جديدة في بلاغ قيم هذا الدين إلى العالمين وتخفيف وطأة الواقع ونوراً هادياً من ظلمات الهوى وأسأل الله تعالى أن يعيد على أمتنا هذه الأيام المباركة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام وأن يجعل شعوبنا في رخاء وتقدم وازدهار وأن يؤيد حكامنا بالحق وأن يؤيد الحق بهم وأن يجعل دولة الإمارات في سخاء ورخاء إلى يوم الدين وأن يوفق حكامها إلى كل خير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً معالي لأستاذ الدكتور شكراً معالي أستاذ الدكتور محمد الضويني وفي الختام تناولت المحاضرة اليوم محاور عديدة تحدثت عن الإنسان والمستقبل والدين وتطرقت إلى حاجة الإنسان إلى القيم الدينية والأخلاق الحضارية كما ألقت الضوء على القيم الإنسانية وتحدياتها المعاصرة ويسعدنا في ختام هذه المحاضرة أن نشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف على محاضرته كما نشكر الحضور الكريم على حسن استماعه وندعو الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آلن هيان إلى التفضل بالمنصة لأخذ الصورة التذكارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة